عادت الحرب ونحن الآن وقد مضت ساعات على بدء الجولة الجديدة من المواجهة في قطاع غزة القصف الإسرائيلي سقوط الشهداء عدنا إلى المشهد الذي كنا عليه قبل الهدنة بالعودة إلى تقييمنا للهدنة نحن قلنا أصلا وبصورة مسبقة أن نحن ذاهبون إلى حرب مفتوحة يصعب إيقافها ويصعب الاستمرار فيها وبالتالي المسار الذي ستسلكه الأمور هو هذا جولة فهدنة فجولة فهدنة لكن وتيرة الجولات ستعلو وتهبط حسب القضايا العالقة وحسب قدرة الأطراف على خوض المواجهة وبالتقدير والتقييم طبعا المقاومة ليست ساعية إلى المواجهات الآن ولا قضيتها مبادلة الرهائن ووقف العدوان وهي ستتدبر أمرها لإخراج قوات الاحتلال من غزة لكن في الأولوية الآن إكمال ملف إخراج الأسرة من السجون الإسرائيلية وهي مستعدة الكل مقابل الكل قالت هذا علنا تجزئت الكل مقابل الكل أيضا أمر وارد لكن الاستمرار بمعادلة ثلاث مقابل واحد غير واردة مئة مقابل واحد غير واردة لأن المئة مقابل واحد قد لا تغطي العدد الموجود داخل السجون الإسرائيلية وبالتالي قضية المقاومة هي أن لا يبقى أي أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية وبالتالي إذا أراد الاحتلال أن يأتي إلى معادلة يوزع فيها مثلا المسنين والجثامين والرجال من غير العسكريين في مرحلة واحدة هذا يجب أن يشمل الكل يخرج ألف أسير فلسطيني مقابل ربما ثلاثين أربعين لدى المقاومة في غزة ثم يدخل إلى القسم الثاني العسكريين من دون رتب يخرج خمسين أو ستين لدى المقاومة يخرج مقابله خمسة آلاف مثلا من الأسرى داخل سجون الاحتلال هذا يعني تجزئة الكل مقابل الكل أي أن توضع عملية فئة مقابل فئة فئة مقابل فئة بحيث إنهاء الأسرى هنا يعادل إنهاء الأسرى هناك الإسرائيلي ليس جاهزا لهذا الإسرائيلي يعتبر أن هذا الثمن يؤدي إلى انهيار الحكومة وإلى هزيمة كاملة للكيان نفسه وليس فقط للحكومة وللجيش وليس فقط للحكومة وبالتالي هو لا يزال في منطقة التمسك برفض السير بهذه المعادلة إذن كان منتظرا أن هذا الاحتباس هذا الاستعصاء سيؤدي مرة أخرى إلى العودة إلى التفجير الذي حدث عمليا هو أن الأمريكي الذي استكشف حصيلة الخمسين يوم من الحرب واكتشف معها الفشل الذريع وأن ما تم الاتفاق عليه بين جو بايدن وبنيمين نتنياهو لم يعد صالحا الرهان على ثلاثية عملية برية قتل وتدمير ردع أمريكي في البحار سقط بعناوينه الثلاثة وتكسرت رماحه الثلاثة العملية البرية بدأ واضحا الآن أنها لم تؤمن السيطرة على أكثر من 10 إلى 15% من مساحة غزة وبالتالي في هذه المساحة هي عرضة للاستهداف طالما الحرب قائمة فهي عرضة للاستهداف وغير قادرة على الاستقرار رأينا مشاهد تسليم المحتجزين في ساحات غزة وحجم الحضور الشعبي والتسليحي والعسكري الذي يؤكد أن المقاومة لا تزال بكامل قدراتها وحيوياتها رأينا ما سماه الإسرائيلي بالإشكالات التي جرت أثناء الهدنة وكيف أن المقاومة كان ردها قاسيا وحاسما في كل مرة تحرش فيها الإسرائيلي وحاول تغيير تموضوعه وتحسين بعض مواقعه وبالتالي المقاومة بكامل قدرتها فما الذي فعله الإسرائيلي حتى المساحة الجغرافية التي دخل إليها يعني ليست بحجم يستحق الخسائر التي تكبدها بالمفهوم العسكري وهو الآن يتحدث عن ألف جريح وأكثر من مئة قتيل طبعا المعلومات أن الرقم أكبر لكن لو أكدنا رأيه بأنه مئة قتيل وألف جريح بينهم مئتي جريح بحالة خطيرة يعني ثلاثمائة قتيل وثمانمائة جريح بين جبهتين لبنان وغزة هذا رقم كبير لم يحقق وجبهة لبنان هي من تداعيات جبهة غزة يعني لو لم يقم بشن العدوان على غزة لما فتحت جبهة لبنان فكل ما خسره على جبهة لبنان يحسب على حربه على غزة طيب هذه الحرب هذه كلفتها ما هي إنجازاتها؟ صفر القتل والتدمير لم يغير في موقف الناس ولا في موقف القيادة والمقاومة بل غير في موقف الرأي العام الغربي وزاد من عزلة إسرائيل وأخرج دولتين كأسبانيا وبلجيكا على صداقة تقليدية مع إسرائيل إلى مواقف طرت إسرائيل أن تنتقد وأن ترفض وأن تستدعي سفراء وأن تقول إن هذه مواقف غير مقبولة والحبل على الجرار مزيد من القتل مزيد من التدمير يعني مزيد من ردات الفعل جولة ثانية أو ثالثة أو رابعة متى يعلم الإسرائيلي أن التدحرج في الجبهات الأخرى قد يكون نحو ما هو أشد قسوة لا أحد لديه كود شيفرة يستطيع أن يعلم متى يمكن أن يجد حزب الله أن الأوان قد آن من أجل أن يذهب إلى العمق أكثر من يعلم متى سوف تجد المقاومة العراقية أن هذا الخداع الأمريكي في تقديم التغطية لإسرائيل تحت شعار انتقادها لن يمر وتكون الرسالة اقتحام قاعدة من القواعد الأمريكية من يستطيع أن يعلم متى أنصار الله يقررون وقف تدفق النفط عبر باب المندب لذلك هو يلعب بالنار في الحقيقة في الجولة الثاغرة ولا تروسية هذه يعني يملك قدرة نارية يقتل فيها في غزة لكنه لا يستطيع أن يسيطر على تطورات المنطقة بهذا الفائد من القوة النارية في غزة طالما أنه لا يملك فائد قتالي لا يستطيع أن يغير في الميدان لا يستطيع أن يغير في حسابات القوة بينه وبين المقاومة الفلسطينية وبالتالي إذا كانت الأركان الثلاثة قد فشلت جميعها فشل الأمريكي في الردع فشل القتل المفتوح في إضعاف الناس ودفعهم للضغط على المقاومة وفشل في إضعاف موقف المقاومة بل أنتج ما يضعف الموقف الأمريكي على الأقل إذا الإسرائيلي غير آبه بحجم العزلة التي أصابته في دول الغرب وفي دول العالم بصورة عامة وبالمستوى العسكري فشل هو يذهب إلى الحرب لأن لا بديل آخر لديه هو يذهب إلى جولة ثانية لأنه لا يستطيع تحمل لا الكلفة المطلوبة للاستمرار في التبادل ولا الذهاب إلى هدنة دون تبادل لأن الهدنة دون تبادل تعني إعلان وقف العملية الحربية إذن إعلان فشلها وبالتالي إذا ذهب إلى إعلان الهدنة دون تبادل هو يعترف بالهزيمة إذا ذهب إلى شروط التبادل التي لم تعد قوى المقامة مستعدة للتنازل عنها أو المساومة عليها فهذا يعني إعلان الهزيمة فذهب إلى جولة كي يأتي الأمريكي والمصري والقطري والأوروبيون المزيد من الضغوط نريد وقف الحرب نريد الهدنة نريد التهدئة نريد العودة إلى الصياغ السابقة فيقول نزولا عند رغبتهم وبعد أن يكون الرأي العام الإسرائيلي بدأت التحولات فيه تقول نريد العودة إلى صيغة الرهائن أو إلى صيغة المحتجزين أو الأسرة ويرتفع الصوت الإسرائيلي الذي يمثله أهالي المحتجزين والأسرة الإسرائيليين ويقول الكل مقابل الكل فيستقوي به ويقيم صفقة جزئية ثم يعود متى مع عودته تتدحرج الأمور هذا ما يخشاه الأمريكي الأمريكي الآن في منطقة تقول طبعا هو لن يتخلى عن الإسرائيلي لن يدعه يسقط عندما يذهب إلى الحرب سيحاول أن يحيطه أن يضبط إيقاعه هو من يقدم له الذخائر هو يعرف أي أنواع من الذخائر يعطيه هو من يمنحه الباتريوت هو من يعطيه القذائف 155 هو من قدم له القذائف القذرة التي قصف بها بوسط طيرانه الحربي الأمريكي أيضا الأماكن المدنية والمنشآت المدنية والتجمعات السكنية في غزة فهو قادر أن يتحكم بمسار الحرب كيفما شاء استمرارا أو وقفا أو تدرجا يعني بالكم وبالنوع هو قادر وبالتالي الأمريكي هنا سيبقى حاضنا وراعيا للإسرائيلي لأنه يعلم أن سقوط الهزيمة الكاملة على رأس كيان الاحتلال يعني سقوطها على رأس أمريكا وبالتالي هو سيحاول أن يعمم منطق إدارة الحرب لأنه عاجز عن إدارة الحرب قد ينجح بإدارة جولة دون أن تقع الكارثة ثم جولة ثانية لكن لا أحد يعلم متى تخرج الأمور عن السيطرة ترجمة نانسي قنقر